خلي نقف عنده صحيح البخاري مولانا نشوف كيف يعرف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله تعالوا معنا إلى صحيح البخاري مولانا في صحيح البخاري الجزء الأول أعزائي صفحة 373 رقم الحديث 949 الرواية طبعا هسأقول بعد ذلك الرواية عمن منقولها انتظروني الرواية قال دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فتقبيلة من القبائل عائشة تقول دخل علي رسول الله واثنين مغنيات شي سوا بيت من ومولانا تعلمون هماتين يكون في علم الأعزة ترى هاي المكان اللي الآن مدفون بي رسول الله هذه كلها كانت مقسم حجر إلى زوجاته كل حجر كانت حدود 17 متر ونصف أعزائي خمسة في ثلاثة ونصف وأمامها فسحة حدود 22 متر مقسم من هالشكل ونساؤه ولهذا كان يخرج من كل حجر من هذه الحجر كان فيه باب إلى ماذا باب إلى المسجد بعد ذلك أغلق الأبواب إلا باب ماذا إلا باب علي فهم مشافوا بيني وبين الله ومتصف للخليفة الأول ما يبقى فرشي قالوا لا سد الأبواب كلها ولكنه بقى شنو بقى رازون مولانا كان يمظر إليها إلى المسجد حتى أنه يبقون له فضيلة هذا مو بحثنا هناك يقول وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش لا نها رسول الله لا نهاها ولا أبدا وإنما نامش تدري أمثل غرفة 17 متر يعني يسمع لو ما يسمع مولانا يسمع يشوف لو ما يشوف فاضطجع على الفراش ولكنه مولانا من باب الاحتياط وحول وجهه ايش يسوى حتى لا يعاين شنو ودخل أبو بكر على من؟ على عاشه فانتهرني تبين تقوى هو هو ما تحمل الرجل يعني ما تحمل فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي تبين أنه لعد رسول الله كان يعرف هذه لو ما يعرفه ما يعرفه مولانا وإلا لو يعرفه كان نهاها لو ما نهاه التفت مزمارة الشيطان عند النبي هسر رسول الله مولانا دخل على الخط مباشرة من وجد أن أن أباها منعها يريد يمنعها شنو؟ عن هذا العمل فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما شتر منهم باب توقع على الله سبيل شتر منه؟ هسه شوفوا القرآن ماذا يقول عن رسول الله والحديث في أهم صحيح ها؟ من صحاح المسلمين التفت لي هالسياريت لي هنا أنا وتنتهي اسمع والرواية الثانية يقول هم عن عائشة هذه الرواية كلها عن عائشة وبعد ذلك أبين لكم لماذا أن كل هذه الروايات وارد عمًا عن عائشة بعديا إن شاء الله قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قال وليستها بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد فقال رسول الله إذن تبين رسول الله كان شنو مفتجع على الفراش وإلا بيني وبين الله ماذا قل دخل علي يظهر كان شنو موجود فقال رسول الله يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هذا الرقص ما أنا أسأل شنو أنت لا حقن على هذا لا تقول لا إله إلا الله إذا تريد تجعل الرواية محورها وهذا اللي الآن تجد أنه كثير من علماء المسلمين عندما يقولون رسول الله يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا مو مستند للقرآن وين مستند للرواية وهذا مروايته وهو في كتاب أصح كتاب ماذا بعد كتاب الله شي زوه والرجل شوفوا الرواية أين توصل الإنسان إذا ما يلتفت التفت لجيدا هذه الرواية أعزائي الرواية الثانية أعزائي هماتي أنا ويكون في علمكم حتى ما أطيل على الأعزاء نفس الرواية مواردة في المجلد الثالث صفحة 105 رقم الحديث 3529 وواردة في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 892 الحديث عفوا صفحة كذا الحديث 892 الرواية ماذا مسلمة وهم يقولون علماء أهل السنة إذا إذا نقل البخاري ومسلم رواية فعل القطع واليقين صحيحة بعد ما بي إشكال ولهذا يقول متفق عليه خلاص خلاص أحسنت وهذه الرواية أنا منقلتها هم من البخاري وهم من من ها من مسلم أعزائي هذا المورد الأول إذن انت هذه قيسها إلى ماذا ها إلى ماذا ويطهرهم تطهير